اسمي خالد طامة عمري خمسين سنة حاليا ما بشتغل وساكن هلا بصبرة بيروت بصبرة كلاجئ يعني بلشت شغلي بالموسيقى كان عمري بسعودهود سبع عشرين امان عشرين سنة يعني هيك كان عمري قلت لي كنت بالإمارات وأجي أول شي سافرت على الأردن كمان يعني بعدين طلعت على الإمارات جمعت إرشين واشتغلت لا قدر اشتري هالإذاعة هاي يعني رفي اختراح هذا مطرب قال لي شو لك تشتري إذاعة وتشتغل نعم نعم نشتغل حلا اشتريت مكثر صوت إذاعة صوت واشتغلت فيها وبالأول كنا نشتغل بالعراس حفلات عراس وكانت منيحة يعني شغلتها منيحة فيها رزقه فيها هي من بعد من انتقلنا للكازينوات والكبريهات والهي الكازينو هيك ما بتنزل بنت وما بتقعد يعني مع الزباين بالكبريه بالعكس الكبريه البنات يقعدوا على الطاولات مع الزباين وشغلات يعني كتير هاتشتغلت بالكبريه تلك أغلب بنات الكبريه اه اجانب اوروبيات يعني اوكرانيات الاوكرانيات ممنوع يطلعوا برات الفندق على حساب صاحب المحل هذولا ممنوع يطلعوا البنات الاوكرانيات او الاوروبيات ممنوع يطلعوا بقيا يجي واحد بياخدون على الفندق من الوقت ما بيخلصوا شغل مسلا ستة الصباح لساعة ثلاثة اربعة بالليل ثلاثة اربعة المساء بعد الظهر بالفندق قيلوا من الارب على الستة استلاحها ساعتين او ثلاثة يمكن بالصيف تختلف بين صف والشتي بيطلعوا مع الزبائن طبعا كل زبون بيقعد بنتمعه على الهيه بيقول له يروح ياخدها اذا مو معادة بالليل انه مسجل اسمه مسجل انه هذا فتح لقنية شامبانيا مثلا فتح لقاستين شامبانيا ايه هيك يعني ما في ممنوع تشرب اصلا مشروب العرق ممنوع لانه بيدوخ دغري بيشربوهن ووسكي بيشربوهن لانه بيدوخ لتاني يوم بعدها بياخد بليلية بشان ما يصير مشاجرات بصير مشاكل ايه يعني بتصير مشاكل كتير بصير قواص بصير مشاكل كتير بليلية حسب الواحد دايخ معنوذ بنتبع على حاله شو عم يتاوي العالم بتجنج نانة جوه يعني شو بده تعمل وقوات ما بيصير شي يعني هذا حال الكازينوات وحال الكبريات الكبريات مضبوب اكتر انه لانه بقلب المدينة ممنوع يصير شي ايه ممنوع اي مشكلة ودورياته على طول لانه بقلب المدينة بتعرف المدينة بقلب العاصمة وبقلب المحافظة بتشوفي على طول دورية فايتة دورية طالعة دورية بتتفتل هي مشان كمان بتقلك مشان الاخلال بالاداب انه واحد ما يكون قاعد هو بنت لانه بيكون حتى كاتبلك بيكونوا الحيطان انه مجالسة الفتاة ضمن الاداب ممنوع ينصر عيبوسة وممنوع يساوي جهوية ولا فيها هيك شغلات كان يصير كتير يعني في عنا مثل الارابيسك مثل الارابيسك يعني هيك شغلات خشب وتعرفي موديلات مزيق وهيك شغلات ووراها يحطوا الطاولة يكونوا الطاولة ووراها وفي واحد برا قبل ما تيجي الدورية بيبلغوا الى تحت بيصير شغلات كتيرة يعني تحت بالكبريات توصل لشغلات كتير وصخة يعني بالكبريات مو مثل كازينون كازينون أخف كتير كازينون مفتوح ومكشوف للعالم كلها تمين ما بفوت ما بيطلع الكبريات حتى مآمر بتصير فيه مخامرات بتصير فيه يعني هذا المحل اللي كنت تشتغل فيه أنا السابينة صاحبهم متجوز أربع خمسة وحجي الكبريات وكر للفساد والقصارة ومتمنى ما احدا يزوره نهائيا ولا حدا لا يروحوا كذا يعني كذبون ولك شغيل ولك موسيقي كبري يعني ما بيضم ناس ما بيضم واحد متعلم واحد فهمان واحد كذا افتلك أنا يعني هي صعيمة عمة الشعب بس أغلبهم الحرمية ما حدا بيجي على كازينون بيزد مثلا عشر تالاف العشر تالاف يعني أجار شهرين يجي كبون بليلة واحدة ما بظنها معناتها هاي اللي عم بيحكي عليها أنه وكر الفساد هاي غير فيه كبار فيه رجال أعمال كبار يعني مو رجال أعمال طبعا زعران كبار مافيات بيجوا بيلعبوا أمار بيجوا بيعدوا هنم المعلم بالليل هنم البرنامج شغال بس هنقل لهم قاعة خاصة بيعدوا كبار وبيعدوا بيلعبوا أمار فيها الكازين هوات يعني ممكن تكون أخف أو نادي عائلي فيه عيلة واحد رايحوا عيلته وفيه مطلب عم يغني ايه أما بنات عم يرؤسوا على المسرع استعراض ويرؤسوا ويزدوا هالمصاري هاي عناتها فيه شي فساد وفيه خزارة إن كان هون وإن كان بالكبري أكتر